ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسؤولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدور الأبطال. وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافر الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه. وحسم البيان أن المسؤولية ده بيان لجلة شفية حسم أن المسؤولية طاقة كاملة على اتحاد المصر لكرة القدم. لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة الناد الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به وعليه. وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمتاه الشفافية. وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري في المستقبل. ينتظر الناد الأهلي وجماهير وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية. والإعلان رسميا عن محاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب كيف. والذي ترتب عليه إهضار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل الناد الأهلي. ولازم أقف قدام البند ده أو الكلام ده ترتب عليه إهضار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل الناد الأهلي. وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملتها متحد الكرة. وفي ذات السياق كلف مجلس إدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات. ده كان النهاردة قرار مجلس دارة النادي الأهلي. إحنا لسه مكملين في الموضوع. لسه متابعين الموضوع. عايز أشوف لجنة الشفافية أوسط بتوصيات. وكشفت المسطور. لكن النهاردة اتخاذ الإجراءات. إمتى؟ أنا بقول لحضراتكم بعد 48 ساعة المخطئ والمتسبب في الخطأ لسه موجود في مكانه. ده الدوله مهمة جديدة. الدوله مهمة جديدة. شون اللي؟ كأنهم دي المكافأة. علشان نادي الأهلي ما نظمشي أو مصر نظامة المباراة النهائية. إيه الرسالة اللي إنتوا عايزين توصلوها؟ إحنا هنا في قناة النادي الأهلي دايماً مكملين. مكملين عشان ده صوت الحق. وبندفع عن الحق. وإحنا النهاردة مش بتدفع عن نادي الأهلي بس. ده ممكن يحصل مع أي نادي في الجامعية العمومية. أخيراً ننتظر الحساب. ترجمة نانسي قنقر